موسيقى الرئيس العليمي يعقد في العاصمة عدن اجتماعا برئيس الوزارة والمشؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي موسيقى اللواء البحساني يوجه رياسة الاركان العامة بتنفيذ مزولات ميدانية مفاجئة لتفتيش الالوية والوحدات العسكرية موسيقى اللجنة الامنية بحضر موت تقر خطة موحدة لتعزيز الامن وتشدد على التعامل الامثل مع البواطنين موسيقى اللواء التميمي يجتمع بقادة الالوية ورؤساء الشعب بالمنطقة العسكرية الثانية موسيقى حملة شبابية بالمكلة تكرم النخبة الحضرامية والامن لتضحياتهم البطولية في حفظ الامن والاستقرار موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة الإخبارية مفصلة من قناة عادة ومن عنوينها إلى التفاصيل اجتمع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة عدد برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ورئيس الفريق الاقتصادي ومحافظة البنك المركزي ووزراء المالية والكهرباء والنفطة وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة والسلع وامدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة وذلك على ضم سجدات الوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية واطلع الرئيس العليمي على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي ومواصلة لصلاحة البالية والخدمية والحد من المعاناة التي تسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات وعرض الوزارة المعنيون المعالجات والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة ومية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والنفط والمالية لتوفير الموارد والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد والحد من ساعة الانطفاءات المبرمجة إلى أدرى مستوى وصولا إلى حلول جذرية للأزمة في هذا القطاع الحيوي وجدد الرئيس العليمي الثناء على دور الاشقاف السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد اليمنية وتعزيز موقف العمل المحلية وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة هذا وقر الاجتماع عدد من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة وتحزين الإرادات والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي للواء الركن فرش السالمين البحسني رئاسة الأركان العامة بتنفيذ نزولات ميدانية مفازية لتفتيش الألوية والوحدات العسكرية والاطلاع على مستوى جاهزيتها وجاء ذلك خلال لقائه بالرياض رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق روكن صغير بن عزيزة للاطلاع على الوضع الميداني والعمليات ومستوى الجاهزية القوات المسلحة في مختلف المناطق والمحاورة وشدد اللواء البحسني على أهمية تكاثف وزارة الدفاع وهيئة الأركان عمليات التدريب والتأهيل والإعداد الأمثل للجند المتسلح بقيم الفيدا والتضحية والإخلاص للوطن بهدف تعزيز الجاهزية والاستعداد والضبط والربط بين مختلف صنوف وتكوينات القوات المسلحة وتعزيز وحدتها وتماسكها مشيدا بتضحيات وبسالة أبطال الجيش والأمن والمقاومة المرابطين في جبهة القتال دفاعا عن الوطن من جانبه تطرق رئيسية الأركان العامة إلى تصعج ميليشيات الحوث الإرهابية أعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجباهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التقى الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقال الجنوب رئيس الجمعية الوطنية في العاصمة عدن القاضي أفراح بدويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واستمع الكثير من القاضي بدويلان إلى شرح موجز عن نشاط الهيئة في الرقابة المستمرة على جميع الجهات في مختلف قطاعات الدولة والقضايا والملفات التي حالتها السلطات القضائية للتحقيق فيها بالإضافة إلى النبذة مختصر عن المشاركات الخارجية للهيئة في إطار جهوده لتطوير مهام عملها لمناهضة الفساد في مختلف المجالات بدوره شدد الكثيري على الدورة المهمة التي تطلع به الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحماية المال العام وكبح الفساد والحفاظ على موارد الدولة وضرورة الحفاظ على استقلاليتها وعدم التدخل في عملها من أي جهة كانت مشهيدا في السياق بما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية بكشفها العديد من عمليات الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية وإحالتها للجهات القضائية بحث الأستاذ علي الكثير القايم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية مع نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين آليات التعاون والتنسيق والعمل المشترك وناقش اللقاء إجراءات التنسيق بين هيئات ولجان ودوائر المجلس الانتقالي لحصر عداد النازحين وتقييم نوعية النزوح وإدارة شؤون المخيمات ومتابعة عملية توزيع المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمة المانحة ومعاييرية وتسهيل العودة الطوعية للنازحين للمناطق الآمنة وإجراءات قامة ورشة العمل الخاصة بتنظيم النازحين ومعالجة أسباب النزوحة ومستوى الالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة التقى الأستاذ علي الكثير القائم بعمار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية لجنة الشهيد خالد الجنيدي للتصعيد الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بالعاصمة عدد وشاد الكثير بأدوارهم النضالية في خدمة قضية شعب الجنوب وبالزخم الثوري الذي اكتسبته القضية بفضل الحراكة المستمر للجنة مع باقي المكونات الجنوبية الأخرى مترحما في سياق حديثه على الشهيد خالد الجنيدي وجميع شهداء الجنوب كما استمع من رئيس اللجنة وعضائها إلى جملة من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين العامة ومساعي حلها والسبل الممكن لترتيب وضع المناضلين الذين قادوا الحراكة الثوري الجنوبي ولا ليات الفاعلة للتصدي لكافة الافتراءات والشيعات التي تستهدف شعب الجنوب مشددا على ضرورة تواصل لجنة الشهيد الجنيدي عملها الميداني للحفاظ على روح الثورية بين أوساط الشعب مشيرا إلى حرص مجلس الانتقال على دعم جهودها وتنسيق عملها وبرامجها عبر هيئاته ولجانه ودوائره المختصة بحث الأستاذ فضل الجعدي عضو هيئة رياسة المجلس الانتقال الجنوبي ولا من العام للأمانة العامة لهيئة رياسة المجلس مع وزير الوقافة وليرشاد الدكتور محمد شبيبة سبل تعزيز العمل والتعاون وتقديم وجهة دعم للارتقابه على أرض الواقع واضطل على من العام للأمانة العامة من الدكتور محمد شبيبة على مجمل أنشطة عمل وزارة الوقاف والإرشاد وما تقوم به الوزارة من جهود الواعبال في صعيد تعزيز الخطابة الدينية وتحديد الألويات والسبل التوعوية الهدف لخدمة المجتمع مشيدا بالجهود المفذولة من قبل المجلس في مختلف المجالات زار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي جامعة المهرة وكان في استقبالها الدكتور أنور كلشات رئيس جامعة المهرة ورحب رئيس جامعة المهرة بوزير الأشغال العامة مقدما له شرحا عن ما تم إنجازه في مرحلة تأسيس الجامعة وعدد الكليات والتخصصات والأقسام إضافة إلى مجمل الصعوبات والتحديات التي واجهت الجامعة موضحا بأن الجامعة المهرة تميزت بين الجامعات الحكومية بتخصص طب وجرحة الفم والأسنانة من جانبه عبر معالي الوزير رئيس جامعة المهرة عن ارتياحه للمرحلة المتقدمة والمتطورة التي وصلت إليها الجامعة في وقت قياسي بفضل جهود الجميع وحرصهم فتحت تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن اللقاء الثامن عشر للجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية برياسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري رئيس اللجنة الاستشارية وأكد الوزير الزعوري في كلمة له خلال اللقاء على أهمية التحديد وإعداء الرؤية استراتيجية للحماية الاجتماعية تستند لأسس ومعايير واضحة لمعالجة الفقر ومساعدة الأسرة الضعيفة للوصول إلى الخدمات الأساسية الضرورية منشيرا إلى أهمية اتباع نهج أكثر وضوحا من أجل بناء استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية أكثر قابلية لا يفتني لأن الواقع المعقد الذي تمر به البلاد في مختلف المجالات نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تمارسه الميليسيات الإرهابية والتي دخلت عامها التاسع عقدت اللجنة الأمنية بحضرمود اجتماعا لها بمدينة المكلة برئاسة محافظة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ مبقود مبارك بالماضي وكرس الاجتماع لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار والتنسيق بين المكونات العسكرية المختصة والاجتزاء الأمنية للحفاظ على الأمن بمدريات المحافظة وأشهد محافظة حضرمود بيقضة رجال الجيش والأمن ودورهم في حفظ الأمن واستقرار المواطنين مشيرا إلى أن الكلمة تظل منقوصة إن لم يدعمها الأمن وتحفها العيون الساهرة منوها بأن الأثر يبقى والمناصب تزول وعلى الجميع الحفاظ على المنجزة الأمنية الذي تحقق لحضرمود والذي جعل منها محل تقدير واحترام كل زائر لحضرمود وأقر الاجتماع اعتماد خطة أمنية موحدة بين جميع اللجزة العسكرية والأمنية تهدف إلى تعزيز بسطى الأمن وفرضه في ربوع المحافظة وخلص الاجتماع إلى وضع هذه الخطة موضوع التنفيذ والسعي قدما للتعزيز الأمن وشددت اللجنة الأمنية بالحفاظ على التعامل الراقي والأمثل مع المواطنين وقع محافظ حضرمود مبخط بماضي بمكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرمود على عقد تأهيل وسفلات تطريق جو المسحة المنطقة الصراعية بمدينة المكلة ويبلغ طول الطريق 2 كيلو و300 متر بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ورجال أعمال يمتد الطريق من مدخل الشارع العام بجو المسحة إلى منطقة صناعية هذا وقع نيابة عن رجال الأعباء الشيخ سعيد بن قربان التقى وكل محافظة حضرمود لشؤون الفنية المهندس أمين بارزيغ بمكتبه وفد برنامج الغذاء العالمي لمناقشة التدخلات المطلوبة جرات أثير العاصر على محافظة حضرمود واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي من وكل المحافظة للشؤون الفنية عن حجم الأضرار الذي تأثرت به مديريات ساحل حضرمود وبالأخص المديريات الشرقية فيما استمع الوفد أيضا لشرح مفصل عن آلية عمل مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرمود كما ناقش الاجتماع مجمل التدخلات المطلوبة جراء العاصر وتأثيراته على محافظة حضرمود من جانبه أكد بارزيغ على اهتمام السلطة البحلية بحضرمود الممثلة بالمحافظة في فتح قنوات تواصل مستمر مع المنظمات الدولية لمناقشة التدخلات العاجلة التي تحتاج لها المحافظة لمختلف الجوانب وبنها برنامج الغذاء العالبي مقدما جزيلة شكر للجهود التي يبذلها البرنامج ودور المركز الذي يقامه برنامج الغذاء العالمي في حضرمود وتطويره مستقبلا دشن وكيل محافظة حضرمود الأستاذ حسن الجيلاني بمدينة المكلة مشروع مخيم الحوال البصري المجاني الخيري الذي تنفذه مؤسسة أياد الخير للتنمية وفي التدشين أشاد الوكيل الجيلاني بالمخيم الذي يأتي في ظل الظروف المعيشية الصعبة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات البصرية للأشخاص الذي لا يعادون من صعوبات مالية مما يخفف التكاليف ويساهم في تحسين جودة حياته وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة أياد الخير للتنمية المهندس فهد بن خوار أن المخيم سيعمل على توفير فرص الكشف على المشاكل النظر والأمراض العينية من خلال فحوصات النظر المجانية والتشخيص السريع ليتمكن الأشخاص من تحديد أي مشاكل صحية في مراحلها الأولى والحصول على العلاج المناسب في وقت مبكر لتجنب تفاقم المشاكل الصحية والحد من الحاجة إلى إجراءات علاجية مكلفة في المستقبل اجتمع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فايز التميمي بقادة الألوية ورؤساء الشعب للاطلاع على سير العمل ومناقشة برامجة وخطة العمل للألوية والشعب المنطقة وخلال الاجتماع قدم القائد التميمي جزيل الشكر والعرفان لقيادة التحالف العربي على بدلهم الجهود الكبيرة لمساندة قوات النخبة الحضرمية ودور المشهود لمساندة حضرموت في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وتمين مدن ومناطق صاحل حضرموت خلال عدة سنوات منذ التحرير وحتى الهند وكذلك دعمهم لعموم الوطن في حربهم ضد ميليسيا الحوثي الإنقلابية كما تمت مناقشة جميع المشكلات والصعاب التي تعترض عمل القادة بالألوية والمحاور المعسكرات خلال أعمالهم العسكرية والمآمن المكلفين بها في نطاق وحداتهم ولذلك يأتي بسبب شحة الإمكانيات التي يجب أن تتوافر في جميع الويات ووحدات المحافظة مؤكدين على مواصلة العمل العسكري لخدمة حضرموتة وأهلها في أصعب الظروف قام قائد المنطقة العسكرية الثانية للواء الركن طيار فايز التميمي بافتتاح قاعة الفقيد النقيب سالمين أحمد العلي بشعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية وخلال الحفل أشهد قائد المنطقة الثانية بالفقيد العلي وتفانيه في عمله وإخلاصه وحبه لحضرموتة ومواقفه الوطنية حثا كافة منتسب شعبة الاستخبارات على الالتزام بالنظام والقانون والأخلاق الكريمة في التعامل مع المواطنين وأثناء عملهم في مختلف المواقع وأن يعكسوا صورة حسنة عن قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وأكد التميمي أن شعبة الاستخبارات هي العمودة الفقرية لكل الألوياء والشعب في المنطقة العسكرية الثانية هذا وتم تكريم أسرات الشهيد في درع الوفاء في اسم شعبة الاستخبارات تسلمه نيابة عنهم ابن الفقيد الجندي عبدالله سالمين العلي كرم الثلة من شباب حضرموت من جميع التخصصات العلمية والمهنية بالمكلة قيادتي النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة بساحل حضرموت نظيرة ضحياتهما ودورهم الفاعل في حفظ الأمنة وجعلهم حضرموت نموذجا للسلامة تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي النخبة الحضرمية حماتنا حملة شعبية شبابية بالمكلة تداع لها شباب وشابات من مختلف التخصصات وتم التنسيق لها قبل نحو شهر مستحبين ممثلين عن ذوي الهمم ومهندسي النظافة لرد الوفاء نيابة عن شباب حضرموت لقوات النخبة الحضرمية والأمن من قيادات وضباط وصف وجنود الجيش والأمن ومساندة جهود تضحياتهم لحفظ الأمن ويقدتهم التي جعلت من حضرموت نموذجا للأمن والسلام الشباب وأهلنا جميع سيوخ كبارهم وصغارهم أوصي شبابنا بأن يكونوا هم رجال الأمن بدرية أساسية والمجسسة العمنية هي مكملة لهم والمجسسة العسكرية هي مكملة لهم ونحن إلى جانبهم وثقوا كل الثقة أن النخبة الحضرمية لا تنتمي لا يمكون في مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلة حيث الفعالية كرم نحو ثلاثين شابا وشابة قائد النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز منصور التميمي ومدير عامل الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي نيابة عن قوات النخبة الحضرمية والأمن بدرع الوفاء سجل فيهما أنتم فخرنا ومصدر عزتنا بكم ننعم بالأمن وبتضحياتكم أصبحت حضرموتنا موتجا للسلام تدل على حجم التكاثب والتعاون ما بين الأيزة الأمنية والعسكرية والمواطنين الذي لو لا تعاونهم ووقوفهم مع قواتهم لما تحقق هذا الأمن والاستقرار الذي نعيشه اليوم إنما تحققنا إنجازات أمنية في محافظتنا الحبيبة منذ يوم التحرير في الرابع والعشرين من إبريل عام 2017 له شيء أن يبعث للفخر والأعتزال بأبطالنا الميامين الفعالية جرى فيها تقليد القادة العسكريين والأمنيين برشتات حملت شعار العزة واليقضة والتضحية حملها الطفل كرم باحبارة أصغر متطوع في الحملة مرتديا لباس النخبة الحضرمية ومؤديا التحية العسكرية كما ألقيت عدة كلمات من المنفذي الحملة وقيادات عسكرية وأمنية رفعين أجمل عبارات الوفاء للشهداء إلى أبطال الذين رفعت أرواحهم لرب السماء بعزة وشموخ حفاظا على أهليهم وأرضهم ولرجال النخبة الحضرمية والأمن الأشاوس الذين يسهلون لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين افتتح مدير عامل أحوال المدنية والسجل المدني بساحل حضرموت العقيد محمد باغشوة والمدير العام لمديرية المكلة العميد عبدالله باعشوت مكتب إصدار شهادات الميلاد بمستشفى المكلة للأمومة والطفولة وسيسهم المكتب التابع لإدارة الأحوال والسجل المدني في تسهيل استخراج شهادات الميلاد الرسمية للمواليد حديثي الولادة لضبان حصول الطفل على شهادة الميلاد بطريقة سهلة وميسرة دشن مدير عام مديرية الرئيسة وغصي عرى الأستاذ عبدالباصط بحميد مساعدات غاثية للمتضررين من عصار تيج مقدمة من رجال المال والأعمال بمحافظة حضرموت وعرب مدير عام المديرية عن خالص شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظة ومتابعاته المستمرة منذ قبل الإعصار وتوجيهاته الصادرة بشاند ذليل كل الصعابة وحصر الأضرار ومعالجتها مؤثمنا الجهود التدخلات الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان وإسهاماته المتميزة في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية مؤثمنا مزيدا من الدعم في الجانب الإنساني والإغاثية كما أكد بحميد دعم السلطة المحلية بالمديرية تسهيل كافة الصعوبات والعوائق لكل من يساهم في تخفيض معاناة البواطنين والأسرة الفقيرة بالمديرية عقد بمكتب إدارة التربية والتعليم بمديرية الرئيسة وقصعر اجتماعا برياسة مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عوض بعبادة وذلك لمناقشة تنفيذ برامج الأنشطة اللاصفية للفصل الدراسي الأول وألية التقويم المستمر للصفوف من الصف الأول إلى الصف الثالث وخلال الاجتماع شارع عوض بعبادة الأهمية الأنشطة اللاصفية في مسار العملية التعليمية والتربوية مستعرضا ما جاء في خطة الأنشطة الصادرة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والتي شاملت أنشطة متنوعة كما بينا الأستاذ عدل رجريري رئيس المنطقة التوجيهاتي لمدراء المدارس لتنفيذ التقويم المستمرة لتلاميذ من الصف الأول إلى الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسية وكيفية اكتساب التلاميذ المهارات الأساسية سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات سانية وإغاثية للأسر المتضررة من كارثة الأبطار الغزيرة والسيولة التي اجتاحت عدة قرى بمديريات الرئيسة وقصي عرى مما تسبب بنزوح كثير من الأسر واضطرارهم للإقامة في المدارس والأماكن اليوائية وتضمنت القافلة الإغاثية الأولى توزيع مئتين سلة غذائية من السلع التموينية الأساسية و400 بطالية واستهدفت السلال الغذائية 1000 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في منطقة الرئيسة بمديرية الرئيسة وقصي عرى وقد تم تنظيم عملية توزيع المساعدات بشكل فعال حيث تم توجيهها الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتضررين وتمت عمليات التوزيع وفقا للأولويات التي حددتها لجنة الطوارئ مع التركيز على تربية احتياجات الفئات المتضررة قدم الهلال الأحمر اليمني فرع حضرموت بدعم الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر القافلة الإغاثية للمتضررين من إعصار تيج بمديرية الرئيسة وقصي عرى حيث احتوت القافلة الإغاثية التي تأتي استجابة لدعوة محافظة المحافظة لإغاثة المضررين من إعصار تيج احتوت على مئتين وثلاث سلة يوائية لماتين وثلاث أسرى متضرر من الإعصار تيج نظم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضرموت ورشة عمل بعنوان أسس المفاهيم المالية والإجراءات المتبعة في العمليتين الرقابية والمخزنية لكوادر الأقسام في شؤور المالية والرقابية وفي مستهل الورش أشار الأستاذ من بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضرموت إلى أهمية تنظيم مثل هذه الورش والحلقات النقاشية التي تعد ركز أساسية في تنظيم المهام مؤكدا أن هذه النشاطات تأتي في إطار توجيهات ورؤية القيادة التربية والتعليم الجديدة تأتي أن يستفيد الحضرون من البعلوبات والإضافات مع الاهتمام لتطوير الذات في التغذية الراجع في هذه الجوانب وتطبيقها على الواقع العملي عقدت بمدينة سيؤون ورشة العاملة التشاورية الثانية مع قيادات المجتمع المدني الفاعلة للدفع برأي مشتركة للبنى التحتية للسلامة وتهدف الورش على مدى ثلاثة أيام إلى سياغة رؤية مشتركة بين الصانعية السلامة الرائدين في اليمن ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وفي افتتاح الورش أكد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس شام السعيدي أن كافة الانشطة التي تنفذها مرضامات المجتمع المدنية هي تجزيد حقيقي للشراكة العملية بين سلطة المحلية وتلك المكونات المجتمعية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي شهدت مدينة الشحر قامت فعليات الزواج الجماعي الخيري الرابع والعشرون التابع لريباط المصطفى للدراسات الإسلامية وذلك بزفاف ستين عريس وعروسة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي على أنغام إقاعات لعبة العدة الشعبية لفرقة حي المجرة احتفلت مدينة الشحر بالمهرجان الفرائحي لمراسيم زفاف ستين عريسا وعروسة من أبنائها ضمن فعاليات الزواج الجماعي الخيري في نسخته الرابعة والعشرون الذي ينظمه رباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية وتقام مراسمه في جامع شيخ أحمد وساحة الرباط خلال 24 سنة قام رباط المصطفى بالشحر للدراسات الإسلامية بتزويج نخبة من الشباب والشابات خلال 24 عام تحصينا لهم وعفة ودخولهم في قفص ربنا يوفق ما بينهم ويرزقهم الدرية الصالحة وهذا شي طيب وجميل فرحة لكل أهل البلاد كبيرة وصغيرة لكل فرحان بهذا المناسبة العظيمة نشكر اللجنة الراعية لهذا المشروع الزواج الميمون العرسان الرابعة والعشرون للزواج الجماعي نقول العرسان ألف ألف مبروك بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير هذا المشروع الخيري يقام كتقليد سنوي في شهر ربيع الثاني من كل عام بالتزامن مع ختام مجالس قراءة المولد النبوي الشريف لينشر البهجة والسرور في نفوس الجموع الغفيرة من الأهالي والمواطنين الذين تشاركون هذه اللحظات السعيدة وبحضور العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيض عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم بارك الله في هذه الزواجات وهذه الجمعية التي تترجم عن وعي الأمة لواجب ترابطها والاهتمام أيضا بتكوين الأسر فيها لتكون على المنهاج النبوي ولتسلم من كل انحراف يلقيه كل غوي فهي نشاط حسن موفق إن شاء الله طرح الله البركة في القائمين عليه والمساهمين فيه وجزاهم خيرا وبارك الله للأزواج وكوّم بهم وسر صلاح مدينة الشحر تشهد تنظيم العديد من الزواجات الجماعية الخيرية على مدار العام التي تنظمها المؤسسات والفرقة الطوعية والجهات الأهلية بمسمياتها المختلفة والتي تتفق في مضمونها الذي يرعى التخفيف من التكاليف الكبيرة التي يعاني منها الشباب الرغبين في الزواج خلال هذه الظروف العصيبة وصل مركز الملك سلبان للإغاثة والعبال الإنسانية توزيع المساعدات اليوائية للأسرة المتضررة من إعصار تيجة في مديرية حصوين بمحافظة المهرة وخلال التوزيع شادل من العام بمحافظة المهرة سالم نيمر بجهود مركز الملك سلبان في إغاثة الأسرة المتضررة جراء لإعصارها مؤكدا أن مديريتي الغيضة وحصوين بحاجة للمزيد من التدخلات في اليواء والغذاء والصحة تمكنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة المرابطة في قطاع موريس شمال محافظة الضهلة من كسر هجوم شنته الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع القوات الجنوبية المتقدمة جنوب مدينة دومتا وكبدتها خسائر فادحة بشرية ومادية وأشار مصدر مسؤول في العمليات المشتركة لأن الميليشيات الحوثية حاولت شن هجوم مباغة خلال ساعة الصباح الأولى مستغلة وجود الضباب الكثيف إلا أن يقضى تبضى للقوات المسلحة الجنوبية والمشتركة كانت لها بالمرصاد موضيفا أن القوات الجنوبية تمكنت من قتل وجرح العناصر البهاجمة عند دخولها خط الاشتباك النارية في مردقة أحد أبطال القوات الجنوبية شهيدا في عملية أمنية نوعية لقيت خليا رهابية مصرعها على يد قوات الحزام الأمني بمديرية موديا بمحافظة أبيان وبحسب مصدر عملياتي في حزام أبيان فإن العملية تمت بعد رصد متابعة وتنسيق مشتركة حيث قامت قوى من التدخل السريع للحزام الأمني دلتا أبيان بعملية نوعية داهمت خلالها الخلية الإرهابية في إحدى مناطق مديرية موديا وأضاف المصدر أن الخلية الإرهابية تتكون من ثلاثة إرهابيين من عناصر الخطرة التي كانت تقاتل في جبال عمران وتستاذف القوات الجنوبية في المنطقة وذكر المصدر أن قوة التدخل السريع دلتا أبيان قامت بمحاصرة الموقع التي تتواجد فيه الخلية إلا أن العناصر الإرهابية باشرت بطلاق الرصاص على القوات الأبنية التي تعاملت مع الموقع بكل احترافية وتمكنت من القضاء على الخلية الإرهابية بالكاملة دون أي إصابة أي فرد من القوات الجنوبية الباسلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثمانية عشر مجزر خلاله الساعات الباضية راح ضحيتها المئات من معظم النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمينة وأضافت في بيان صحفي أن عدد المجازر الذي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق العائلات قطاع غزة ارتفع إلى تسعمائة وستة وعشرين مجزر وتجاوزت حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من ثماني آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون سهيدة وإصابة يثر من واحد وعشرين ألف وخمسمائة وثلاثة واربعين مواثنة بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري وقالت الوزارة أنها تلقت الفين بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم ألف ومئة طفل مشاهدين الكرامي لكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من هنبا الرئيس العليمي يعقد في العاصمة عدن اجتماعا برئيس الوزارة والمسؤولين المعنيين بالشان الاقتصادي اللواء البحساني يوجه رياسة الأركان العامة بتنفيذ مجهولات ميدانية مفاجئة لتفتيش الألوية والوحدات العسكرية اللجنة الأمنية بحضر موت تقر خطة موحدة لتعزيز الأمن وتشدد على التعامل الأمثل مع المواطنين اللواء التميمي يجتمع بقادة الألوية ورؤساء الشعب بالمنطقة العسكرية الثانية حملة شبابية بالمكلة تكرم النخبة الحضرامية والأمن لتضحياتهم البطولية في حفظ الأمن والاستقرار مشاهدين الكرام وصدوا وإياكم إلى ختائم نشرتنا شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي دبتم بحفظ الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة